السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفوني يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة عملت النهاردة كده حاجة بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت كمان خفيفة ومن الحاجات الحلوة الجميلة اللي بتتعمل سواء في الشتاء أو في الأيام العادية يعني حاجة حلوة بتتعمل ممكن على العشاء جلج ديف فجأة أو حاجة عملت الكريم كراميل ده الكريم الكراميل الجاهز مش اللي بتعمل في البيت بالبيت واللبن أو الحليب فدي طريقته كده كانت سهلة جدا معنا النهاردة ويعني ان شاء الله حاول اللي انا اختصر عليكم الفيديوهات زي ما انتم ما تعودتم مني طبعا في ناس كتير طلبت مني ان انا اطول في الفيديو او اطول في مدته بس الصراحة انا شايفا ان انا ما بحبش اموطل او اطول انا من الناس اللي كنت لما ادخل احب اتفرج على اي وصفة او اي حاجة بحب المختصر المفيد فيها فيلا بقى نبدأ مع بعض الوصفة كده ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول واتمنى انكم بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي اول باول ان شاء الله طريقته سهلة جدا وبسيطة وما خدتش وقت معنا خالص وزي ما انتم شايفين كده شكله بجد حاجة كده فضيعة وجميل وبيتعمل في اي قالب وتقدر تعملي به كمان في رمضان كل سنة ومده طيبين حاجة كده بترطب يعني بعد الفطار او كده يلا بينا نبدأ مع بعض انا عملت دلوقتي النهارده بباكت كده بس اللي هو تابع دريم الجاهز ده وبنص كيلو او نص لتر من الحليب او اللبن وطبعا اللبن لسه مش مغلي ولا اي حاجة ده لسه ساقع وده اللي هو كيس الدريم زي ما انتم شايفينه كده كيس الكريم كراميل يعني احسن انواع الكريم كراميل الجاهز تمام دلوقتي بقى كده خلاص هنفك الباكت مع بعض ونحطه ننزل بالباكت البودر وهنخلي دوت كده هقول لكم هنعمل بي ايه ده اللي هو الكراميل تمام جبنا كده نص لتر الحليب وبعدين هننزل بالكيس البودر ده وهنحطه فيه الكسرولة او الحلة اللي حطيت فيها اللبن او الحليب وهنقلبهم كده مع بعض كويس جدا قبل ما ارفعه على النار اقلبه كويس جدا لحد لما يمتازك البودر او المسحوق البودر دوت مع الحليب هنقلبهم كده كويس زي ما انتم شايفين بيدي اللون الاصفر كده جميل جدا على فكرة وسهل وكمان بيخدش وقته خالص ومش مكلب بالنسبة لطبعا اسعار البيد اللي احنا سمعينها الايام ديت البيد سعره مرتفع جدا كدا فعشان انا اجيب خمس ست بودات او اعمل مثلا عشر بودات عشان اعمل كمية لأ احنا كده كده احنا فردين في البيد فبالنسبة لي ان انا اجيب الباكت حتى الباكت كمان سعره غري بقى تسعة جنيه فيعني كل حاجة صراحة ما بقاش في حاجة المهم رفعناه على النار وهنقلبه وهجيب بقى هنا اي بولة او اي طواجن او اي اطباق عندك ممكن تحطي فيها مفيش مشكلة خالص مش هتأثر وهننزل كده بالصوص الكراميل كده بشكل عشوائي كده في الطبق زي ما انت عايزة خالص ولا تأيدي نفسك ولا اي حاجة عايدي بطريقة عشوائية بحيث بس لما نيجي نقلبه يبقى مدي اللون الصوص مع شكل الكراميل وطبعا خلاص انا كده خلاص رفعته على النار بقى لحد لما يغلي غلوة او التانية وهنقلبهم كده مع بعض واول ما يغلي بندفي عليه هو كده خلاص بدأ يدخل في درجة الغليان وخلاص كده غلي معانا هبدأ بقى اطفي عليه وهحطه هو سخن على طول كده في التواجن او في الاطباق زي ما انتوا شايفينها كده عند الكسات عندك تواجن اللي هي الالمونيوم دي برضو بتبقى جميلة جدا هي معمولة اصلا للكريم كراميل انا صراحة مش عندي فحطها في الاطباق زي ما انتوا شايفينها كده وبعد كده هسيبها بقى لحد لما تبدأ تبرد كده شوية بس هنجيب بقى الكيس كان فيه طبعا باقي يعني هنعمل بي ايه ده بقى هنحطه كده من فوق بطريقة برضو نفس الطريقة العشوائية اللي احنا حطناها من شوية قبل ما ننزل بالكريم كراميل هندي لها كده برضو بشكل بطريقة عشوائية كده اي شكل خالص وهي كده كده برضو كلها بتمتازج مع بعضها وبتدي شكل نهائي كده هتشوفوه بالوقتي معايا بإذن الله فطريقته سهلة جدا وما اخدتش وقت خالص وعادي بس اول ما يبدأ ابرد تدخليه في التلاجة بما انه طبعا الجو ساعة على الايام ديت فهياخد معاك ساعة لساعة ونصف كتير قوي وهتلاقيه كمان جاهز معاك وزي الفل خلاص كده انا حطيت السوس الكراميل لكده على الاطباق وبعد كده يعني كده عشان تبقوا انتم عارفين ان نصف لتر من الحليب او اللبن عمل معايا اربع تواجن او اربع اطباق او اربع كسات تمام وده كده بقى شكله لما خلاص عايز اقول لكم جميل كده نوطعم حلو قوي وكمان والله ما اخد معايا وقت خلص هو بس فرق توقيت التجميد بتاع الكراميل خلاص كده وكده كان الفيديو بقى جاهز معنا واتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم واتمنى انكم تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي اول باول اشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة